هاي and low energy signals كتابوليك باث ويز are generally activated by the construction of اي تي بي يعني ادي اني الكتابوليزم او الكتابوليك راكشنز اني عندي الكتابوليزم شت جيبلي تبطيني طاقة الكتابوليزم تبطيني طاقة فالأي تي بي شت شير اي تي بي من اني عندي هواي اي تي بي من جيبي مليان فلوس شنو معناته معناته اني زنقين بما معناته انه ما احتاج بي عبضات فهنان الكتابوليزم يعني ما احتاج ابيع بضاتي لان ما بجيبي فلوس بجيبي مليان فلوس بهذا المعنى فالكتابوليزم هو عبارة او كتابوليك باث ويضطيني طاقة فاني اذا عندي كمية كبيرة من ال اي تي بي ما احتاج اسوي كتابوليزم ولكن اذا ال اي تي بي نقص عندي اذا الفلوس بجيبي نقصت فاحتاج الابيع بضاتي حتى احصل على الفلوس فالكتابوليزم هو عبارة عن باثوي يتم تحفيزه يتم تنشيط يصير لأكتيفيشن لمن الـ ATB يقل تركيز الـ ATB بالسال بهذا المعنى وأيضا بنفس الوقت إذا قل فرح يصير عندي كتابوليزم أيضا بنفس الوقت الـ ATB إذا ارتفع إذا ارتفع الـ ATB يعني معناة الـ ATB قل إذا ارتفع الـ ATB يعني الـ ATB قل وهكذا يعني عملية عكسية فنفس الوقت مني ارتفع عندي الـ ADP شنو معناته أو الـ AMP يعني معناته أنه الكتابوليزم لازم أني أشغل الكتابوليزم باثوي حتى أحصل على طاقة لأنه الـ ADP تشير لي إلى أنه الـ ADP هي Low Energy Signal يعني 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 ما عندي طاقة بهذا المعنى هسا رح نفهم هذا الشيء بعد أكثر أيضا الـ يعني يعني فعني عندي كمية عالية زاد الـ 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 زاد فعني لازم أصرفه أوكي وهسا رح نفهم شلون فأسوي أنابوليزم هنا أنا أيضا عندي هسا رح نفهم الفهمنا شنو الـ الكتابوليزم شنو يتحفز هسا رح نفهم إنه شنو علاقة الـ ATB أو الـ ATB شنو نعتبره ATB يشير إلى أني عندي طاقة يشير إلى أني زنجين فلهذا السبب أقول High Energy Signal يعني إشارة إلى أني عندي High Energy طيب بنفس الوقت أكو مولوكيول نفس الـ ATB تمثل أو من تكون موجودة بنسبة عالية تشير إلى أنه أنا زنجين اللي هي الـ NADH والـ NADBH والـ FADH2 ظني المولوكيول نفسهم نفس الـ ATB مني يكون الموجودات بتراكيز آلية داخل السل يشير ذلك إلى High Energy إلى أني عندي طاقة عالية وما محتاج الطاقة يعني ما محتاج الكاتابولزم أحتاج الأنابولزم بهذا المعنى طيب الـ ADP والـ AMP أيضا يعتبرهم كLaw Energy Signal يعني وجود تراكيز عالية من الـ ATB والـ AMP يعني معناتها أنه أنا أملك كمية قليلة من الطاقة أيضا يماثلهم في هذا اللي هن الـ NAD PLUS والـ NAD PLUS والـ NADP PLUS و FAD ذن المولكيوس كلهم أيضا نفس الـ ADP والـ AMP P يشيرا إلى أنه أنا عندي Low Energy ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر